ماتين كونزا في طريقه إلى كنز في أعماق الجبل خزانته من الصخور والملح وهو يطلق على المكان ذاكرة البشرية نحن الآن في منجم ملح هالشتارتا إنه أقدم منجم ملح في العالم نستقل قاطرة المنجم القديم هذه لمسافة تقدر بـ 500 متر من داخل الجبل هيلاتس هو اسم سلسلة الجبال في مقاطعة النمسا العليا منطقة تشتهر منذ قرون باستخراج الملح من الصخور الحفر والممرات القديمة توفر الحماية لمعطين ومشروع الأرشيف الخاص به لكننا لا نرى سوى عدد من الصناديق الفخارية بداخلها وسائط حفظ البيانات الفعلية خزفيات من متجر مستلزمات البناء يطبع كونت عليها نصوصا وصورا ويحدد وفق معاييره الخاصة ما يستحق الحفاظ عليه أحضرنا مجموعة من ألواح الخزفي إلى الجبل وسنضعها في الصندوق هذا جزء من مدونات حرفة التشكيلات المعدنية في خمسينيات القرن الماضي هذا يختلف بالتأكيد عن تقنيات اليوم لكنني أرى أنه يستحق أن يتم الحفاظ عليه لكن كونتس لا يضع الأرشيف لما يختاره فقط فمقابل رسوم يمكن لأي شخص تخزين نصوص وصور خاصة بهم كتوثيق لفترة الإغلاق أثناء جائحة كورونا على سبيل المثال أو أطروحة دكتوراه لعالم آثار باكستاني لا يريد الاعتماد على الصحابات والخوادم الرقمية لسوء الحظ تخزين المعلومات على الإنترنت ليس مستداما كما نعتقد وهذا هو أحد الأسباب التي دفعتني إلى إنشاء هذا الأرشيف لتخزين المعلومات بشكل دائم للأجيال القادمة وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على معلومات عن ماضيهم حتى الآن يتم استخدام حوالي 2% من الطاقة الكهربائية في العالم فقط من أجل تخزين البيانات لكن البيانات ليست آمنة ويمكن حدفها في أي وقت أو تصبح غير مقرؤة بعكس سناديق كونتس الفخارية غير القابلة للتلاف كما يقول فالمولود في فيينا ليس مجرد هاو بل هو صانع أعمال خزافية محترف وعلى دراية بالمواد حتى أنه طور طريقة خاصة لنسخ الصور والنصوص على البلاط بدقة متناهية وهو ما يقوم به في ورشته الخاصة بمنزله عمل يستغرق ساعات وأحيانا أيام يرتبط هذا التزجيج الأبيض للألواح الخزافية مع الأسام الملونة ثم يبرد مجددا وبعدها يصبح سطحا أملس ولذا فهو متين عندما يتم الانتهاء من مجموعة من الألواح الخزافية يقود كونتس سيارته باتجاه منجم الملح في هالشتات المكان الخلاب هذا هو نقطة جذب سياحية وخاصة بعدما أصبح خلفية لتصوير الأفلام السينمائية ما لا يعرفه الزائرون من أنحاء العالم فوقهم وفي أعماق الصخور يتم منذ عشرة أعوام جمع الأرشيف لوح خزافي إثر الآخر كونتس يعتبر هذه العينة مهمة بشكل خاص فهي تعرض كيف تذوب مجلدة خلال بضعة عقود ترفيق التغير المناخي عنصر أساسي في الأرشيف إذا لم يتم تسجيل البيانات الأولية من مراقبة المناخ بشكل دائم فقد لا تتمكن الأجيال المقبلة من إتراك حدوث تغير في المناخ في الماضي ولا حجمه أو أبعاده لا ينبغي أن يتوقف المشروع عند الألواح الخزافية يعمل علماء مع كونتس على مواد حفظ جديدة والهدف هو وضع أكبر قدر من البيانات في مساحات أصغر قدر الإمكان لأن الأطراف المهتمة تقف في طوابير حتى جامعة فيينا خزنت بيانات أيضا مشروع أبدي عملاق ومهمة يقوم بها مارتين كونتس شكرا شكرا